ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من بغدادة ناطق باسم الحكومة علي الدباغ سيد علي أهلا بك إلى نشرة أخبار العراق اليوم دعنا ننطلق من الحوارات التي جرت في شأن الميزانية مع وفد التحالف الكردستاني أين وصلت؟ ما هي أبرز النتائج؟ هل سيصوت التحالف برأيك لهذه الميزانية في مجلس النواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم يعني المفاوضات بين الوفد الحكومي الكردستاني ومختلف مستويات الحكومة كان تركزت أيضا حول الموازنة وحول حصة الإقليم والقضايا الأخرى الملفات التي متعلقة بالموازنة يعني أول شي نجح المتفاوضون بأن يلتزم إقليم كردستان بتصدير 250 ألف برميل العام القادم وهذا التزام طبعا التزام مالي من الإقليم تجاه الموازنة وتجاه المركز حتى يمكن للعراق أن يصدر مليونين وتسعمائة ألف برميل يوميا حتى يحصل على المداخل المطلوبة الشيء الثاني أن تدقيق وديوان الرقابة المالية أن يدخل إلى كردستان ويدقق الأرقام السابقة للتصدير والإنتاج وأيضا المنافذ الحدودية أن أيضا يكون عليها تدقيق لأن المنافذ الحدودية أموالها ترجع إلى المحافظات بالنسبة إلى موضوع ذكرت في التقرير موضوع البيشمرقة لم يتم تخصيص أي مبالغ إلى قوات البيشمرقة على اعتبار أنها قوات حرس الإقليم وهي متضمنة من ضمن 17% مثل ما معمول به بالسنوات السابقة وهذا الأمر نوقش في مجلس الوزراء مع الوزراء الكرد وتم الاتفاق والتصويت على الموازنة بشكلها النهائي المقبول 17% إلى إقليم كردستان لتشكل 14.3 تريليون من مجمل الموازنة بعد خفض النفقات السيادية والحاكمة منها طيب سيد علي وباختصار جدا هل يرقى هذا الاختلاف أو الخلاف حول تمويل البيشمرقة إلى حد أن التحالف الكردستاني لا يمنح ثقته بهذه الميزانية؟ لا أعتقد لا يبدو هكذا لأن الوفد الحكومي الكردستاني كان مرتاحا من المفاوضات ومرتاحا من الأرقام التي توصلوا إليها وهذا اتفاق ملزم وينعكس أيضا على نوابهم في مجلس النواب وأتصور أن هذا الأمر أخذ الإقليم كما كان يأخذ سابقا وتم التراضي حتى النفقات السيادية تم النقاش حولها لأنها ازدادت هذه السنة بس هي ازدادت لكل العراق ومن ضمنها الإقليم أيضا نعم طيب ماذا عن موقف كتلة الأحرار؟ هم يعتقدون أنهم ربما لا يصوتوا لصالح هذه الميزانية للأسباب التي تتعلق بتوزيع فائض الميزانية السابق على المواطنين كما يرون والله كانت مطروحة هذه الفكرة الحقيقة وهي فكرة بالتأكيد ترضي لكثير من قطاعات وشرائح المواطنين العراقيين لكن لم يتم تخصيص أي مبالغ نقدية توزع وإنما تحولت إلى خدمات اجتماعية على سبيل المثال الخدمات الاجتماعية حوالي 18 تريليون دينار بما تمثل حوالي 12 بالمئة من الموازنة وأيضا تنمية الأقاليم والمحافظات رقم كبير جدا وهو يشكل حوالي 7 أو 2 بالعشرة تريليون إضافة إلى 1 و 4 بالعشرة تريليون اللي هو البترو دولار هذا يدفع إلى المحافظات لتتصرف المحافظات بما تراه مناسبا من أجل تنمية هذه المحافظات مباشرة هناك أيضا مشاريع تدفع إلى المحافظات من قبل بعض الوزارات هذه التنمية أما توزيعات نقدية على المواطنين لم تتضمن هذه الميزانية بكل صراحة نعم سيد علي كانت لدى العراق مشكلات مع صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي فيما يتعلق بقضية حجم النفقات التشغيلية أو الموازنة التشغيلية داخل الموازنة على حساب الموازنة الاستثمارية هل لا زالت هذه العقبات أو هذه المشكلات قائمة أم تم التوافق بين الجهتين والله داء في كل سنة البنك الدولي وصندوق النقد يعني ينصح الحكومة بأن تزيد النفقات الاستثمارية لأنها توفر فرص عمل توفر تنمية توفر خدمات بس سيد الكريم الموازنة والعراق كله مثقل بعدد كبير جدا من جهاز وظيفي حكومي 42 تريليون دينار هي رواتب تدفعها الحكومة في سنة 2013 من مجموعة 83 اللي هي الموازنة التشغيلية الباقي هي دعومات وهي التزامات دولية وهي الكثير الكثير اللي الحكومة تدفعها يعني هذه الموازنة عندما 30% منها تكون فقط رواتب تخيل أن هذا رقم كبير جدا ولحد الآن لا تستطيع الحكومة أن تفك هذا القيد إلا أن تتجه للقطاع الخاص ليمتص جزء من القطاع الحكومي ومن الموظفين الحكوميين الذين يزدادون عن الحاجة الفعلية وإنما بسبب ظروف البطالة ظروف عدم وجود فرص عمل الحكومة استحدثت الكثير من الفرص من أجل امتصاص هذه البطالة وهي حقيقة بطالة مقنعة لأن ترى في الدوائر العدد الموظفين أكثر بكثير من الحاجة وهذا يثقل الموازنة هذا لا فكاك منه لا تستطيع الحكومة أن تفعل شيء إلا عبر معالجات طويلة الأجل طيب سيد علي وباختصار لو سمحت فائض الميزانية السابقة يعني التشغيلية بالتأكيد ذهبت إلى مصاريف الموظفيين والدولة وما إلى ذلك الفائض من أين أتى؟ من ارتفاع سعار النفط أم أن ميزانية الاستثمار تعثرت؟ لا الحقيقة شوف نحن كل سنة الحقيقة يعني الوزارات والمحافظات لا تنفق كل ميزانيتها لذلك هناك مبالغ مدورة يعني العجز هذا الافتراض الذي نفترضه 18 و18 تريليون هذا غير موجود كل سنة لا نصل إلى العجز لأنه لا تنصرف الموازنة جميعا وبالتالي هناك مبالغ فائضة وزائدة لم تستطع الوزارات والمحافظات صرفها وتدور وبالتالي لا ينشأ عجز هذا هو سنويا هذا يعني هذه الظاهرة موجودة نتمنى العام القادم لأن نتمنى أيضا أن تقر الموازنة حتى يمكن للوزارات أن تصرف موازناتها دون أن يبقى شيء وبالتالي تستطيع الوزارات أن تقدم خدمات أفضل للمواطنين من بغداد النطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك